مغيبة شكواهم لا حكومة تتستجيب لهم ولا دار صالحة للعيش يمكن أن يعودوا لها بعد دمارها منذ عام 2014 أكثر من 2300 عائلات نازحة من قضاء الديبس التابع لمحافظة التأميم لا يزالون ينتظرون بصص أمل مع تهديدهم بهدم أشباه المنازل التي بنوها في العشوائيات والتي نزحوا إليها في محافظة واسط وهددونا هذه السنة والشيلون وغرفة واحدة ستولد ونامين بيها وكل شي ما عدنا حتى كاركوك كل شي ما عطونا لا عطونا تعويض لا عطونا كل شي ما عطونا رحنا للشط هم شيلونه هددونا بالشفالات حتى عجوزنا والله توفت من التراء بيها ربوا أو شيلونه نازح من كاركوك وجيت شكنت بهذا البيت بالكوت بهذا التجاوز قرية التضامن ونزحنا وكل شي ماكم من ذاك اليوم لهذا اليوم لا تعويض لا دولة لا أحد جانا لا أحد وصمنا كل شي ماكم قاعدين أنا في الخرابة لا شغل ولا عمل أمام هذا الوضع المعيشي يؤكد النازحون من قضاء الديبس في محافظة التأميم أن الحكومة لم توفر لهم مؤهلات العودة وإعمار منازلهم المدمرة يابن نحن قاعدين بالكوت قاعدين العشوائيات وبالشارع يبنون ما قبلوا ما قبلوا يبنون لفوها بحجة المهاجرين واخذوا القشة وكل شو ماك لا رغابة ولا محافظة لحاسبهم ونجول بالعشوائيات ماك لهم لا ماك تعويض ماك تعويض ماك ما سلم من الدولة ما عدا مساعدات للأمانة من النازحين يعني هذائية ما غذاعية والله بيوتنا نفلش أسا بيوتنا لحده أم فلش قرانا نفلش وين ترجع وين تسكر لا ماك الكركوك من عندنا ماك غير مكان يجب الموصب الأنبار ماك بس الكركوك لا ماك ومعنى في دائرة الهجرة في محافظة واسط حالات الإعادة الإجبارية للعائلات النازحة من قضاء الديبس ترسم إشارات حول قرار ترحيلهم والمستفيد منه تزامنا مع توجه الأحزاب السياسية للسيطرة على الأراضي العشوائية كما يتهم نواب في البرلمان في وقت لا تدير الحكومة الحالية بالا لمعاناة النازحين والذين أصبحوا بحكم المنفيين في بلادهم